في واحد بيقول ان ليه في صلاة التجنيز على الشمامسة بيصلوا على الدياكونين فقط بتجنيز الشمامسة والبقائين من الإبسالتوس لإبدياكون مش بيعملوا كده انا هسأل سؤال يعني لو الواحد تنيح وصلوا عليه صلاة الشعب العادي او صلاة دياكون او صلاة راهب او اسيس او اسكوف او مطران دي تفرق في الابدية فانا ارجو بدل من انت تقعد تقول عايز لما اموت يصلوا علي صلاة الشمامسة اللي هي الدياكونين تقول عايز لما اموت اكون ليه قبول عند الله واسبهم هما يصلوا اللي يصلوا لان في الاخر الفرق بين دي ودي اقراءات يعني تجنيز الاسقفة والقمامسة والقصوص والشمامسة والشعب وكل انواع الشعب لان فيه تجنيز مخصوص للبنات غير للسيدات غير للرجال فكل نوع من دول الفرق اقراءات بس لكن التقس هو التقس وهدف من صلاة التجنيز ان احنا بنطلب من الله الرحمة للشخص اللي توفى وبنطلب ان يغفر له خطاياه اللي عملها بدون معرفة زي ما نقول ان كان قد لحقهم تواني او تفريد كبشر فالهدف الاخر هو طلب الرحمة الباقي بقى الحان وحاجات احتفالية فدي يعني مش ازمة كبيرة ده دلوقتي في بعض الناس اللي بيتوفوا بالكورونا بيضطروا يصلي عليهم في المدافع هل دول دي اؤثر في خلاصهم الابا دي مش ممكن حدش بقى يعتبر عايفين بقى ايام ما كنا بنعمل الجنازات والدنيا تقف على رجل كل دي احتفالات الاهم حاجة هي طلب الرحمة وتقدر كل يوم في القداس تعمل طرحين السؤال